السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو ان شاء الله سنعطي للناس الذين ستبدأ لدرني جوغ دان كون داني طريقة الاشغال في هذه المدة المتبقية. سوى اكتبه دي لدرني جوغ مع الأستاذ هي اللي قبل من اون تقول سوى الله سي دخلوا لدرني جوغ دان كون داني. هذا المراحل اللي سنعطيك في هذا الفيديو سنفعوك بزاف سوكتوه الى كنت انت ما بغيش تقرأ هاد رواية صفحة بصفحة. كنتمنى انكم تدعوه مع الاب ديالي بالرحمة والمغفرة ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين ونبدأوا على بركتي الله. سوف تدوز من ثلاثة ديال المراحل اللي بغيتي تضبط الرواية ديال لدرني جوغ دان كون داني. للتذكير لدرني جوغ دان كون داني هي الرواية الوحيدة اللي كتبغي الاشتغال بزاف عد الناس ديال الاولى باك. لماذا؟ حيث فيها تسعود وربعين شاطبيت خطبارك الله وكين بزاف ديال الاحداث وبزاف ديال الحويج اللي خصوم يتضبطوا فيها. يعني عدا زيد ان اللونغاج ديالها يعني ما كيفهموش. الاغلبية ديال التلاميذ كيلقوا صعوبة في الفهم ديال الاكستغال. ذاك شي علاش خصت تاخد الوقت ديالها باش تضبطوها. اول مرحلة اللي كتكون متشابهة مع الروايات كاملين هي الفيش دو لكتور. خصتك تضبط مزيان ذاك المعلومات الاساسية على الروايات. ما فين كيكونو ذاك جوج ديال النقاط اللي خصتك تمشي وانت معاول انك تجيبها. من بعد ما غادي تكتب بيان سور الفيش دو لكتور في الدفتار اللي هو خاص بالروايات. سوف تضبط الى البرسوناج. سوى البرسوناج سوى البرسوناج سوى البرسوناج سوى البرسوناج السيقوندر. ما تزغليه تشخصيه كما كانت كلهم خصتك تعرفهم مزيان واشنو العلاقه بيداتهم وين غايتلاقه وكل شخصك تعرفه. حيث بعض المرات انفو كتشوف اسميه تح الشخصيه كتعرف الاكستغال علاش داوي وكتعرف لو كون داني ديالنا ثين كين. من بعد غا تخدم لشي ما نغاتي في الخطات السردية غادي تكتبها وتفهمها لدعي ان لك تحفظها فقط فهمها. ليشو الليكسيكو هاد الروايه هادي فيها بزاف ديال حقول دلاليه اللي فيها مصطلحات كتساعدكم باش تفهموا داك لباسانش داك الشي علاش ليشو الليكسيكو فسكم تركزوا عليهم مزيان وتحاولوا تحفظوا داك الفوكابولاغ اللي كان فيهم. غادي نتاقلوا دابا المرحلة التانية. باش نكونوا واضحين الى مدرتيش واحدة من هاد ليطاش اللي اعطيتك في ليطاب الولاب لا تنقز ليطاب تانية ضروري ضروري تدوزوا من هاد المراحيل كاملين. من بعد ان شاء الله غادي تمشي مباشرة تفرج في ذاك الفيديو اللي فيه تلخيص ديالروايه كامل. علاج. حيث لاجيتي تفرج في تلخيص ساعه كلنا تصل بوحده يعني غتتفرج في تسعود واربعين فيديو. تسعود واربعين فيديو. تسعود واربعين فيديو تسعود واربعين شابيت خراسك غادي دوخ غادي تتبخ غايتطلع لك الدم ما غتشدة شي حاجة. تسعود واربعين فيديو. فيديو واحد غتلق فيه الروايه كامله مشروحه فصل بفصل. من شابيت خوان حتى شابيت خارون تنف. هذه الغزيومي اللي غا تشوف لها فيديو غادي تسرحها قدامك. بحل شي حصيرة غادي تكتبها نزيان. وذلك ساعه غادي تفهمها بلا داعي انك تحفظها. من بعد الاساليب المجازية اللي كنين بزاف الروايه نحاول انني نخدم تمارين هكو باش ننضبط هاد الاساليب هادو. من بعد الارجيس تخلي تغير وبيان لطناليتي اشنا هما الارجيس تخلي متداولين بزاف في هاد الروايه. من بعد غادي تخدم اجزرسيس خاص بلو ديسكور ديراكت اي ان ديراكت. ودائما دروس ديالالون كيكونوا الجمال مقتبسة من الروايه. يعني تخدم لفجور ديسكور ديراكت اي ان ديراكت كذلك جمال خاصة بلو ديرني جوردان كونداني. بهالطريقة كتضبط الروايه مزيان واللي تحطاس بسم الله. هاد الي طاب تاني ستاخد لكم وقت بزاف. بالنسبة اللي غايقولو لي عليش مدرتيش لنا نخدمو لكيستيو ولي غايبونس ديال كل شابيتخ. ميمكنش نخدمو اسئله واجبيبه الفصول كاملين حيث معدناش ذاك الوقت كامل. يعني 49 شابيتخ خلاجي نتكونسونطرة مع ديو شابيتخ فى النهار. نخدم لهم الاسئله واجبيبه ديالهم. سيأخذو لي وقت اللي هو طويل وما غايش مقالي الوقت نخدم امتحانات جيهوية. دكشي علاش ما تزيدو ما تنقصو على هاد المرحلة هادي. غادي نتاقلو دابا لطاب تالتا. بالنسبة لطاب تالتا غادي نخدمو لكيسيون اللي بلو فخونت ونزكزاما غيجيونو. اشنا هم الاسئلة اللي كيمقاوية تعودوا بالزيل. فى الامتحانات الجيهوية اللي كتتحط فى هالو ديغني يجوك ده نكون داني. كل رواية عندها اسئلة كتبقى التعود مع ها خصني ضروري نضبطها. أبار دوك لي دو كيسيون اللي كيكونوا اللي قناع لهم جوج ديال النقاط. لي كيكونوا عندهم علاقة بدوك المعلومات الاساسية على القصة. من بعد عادا هادروا على الامتحانات الجيهوية. غادي نبدو نخدمو ديزيك زاما غيجيونو. هتخدم امتحانات جيهوية ودائما كنركز فى اي قصة حاول انك تخدم الامتحانات او النقاط. ترتيب مهم فى الخدمة ديالامتحانات الجيهوية. كي خليك تعقل على الترتيب ديالالحداث واضبطهم اكتر. مثلا غا تخدم امتحان جيهوي فى شابتخو اى. فى شابتخو ساند. فى شابتخو دوز. فى شابتخو 14. فى شابتخو 21. يعني تبقى غادي بحلمة. فى شابتخو 21. فى شابتخو 23. فى شابتخو 13. فى شابتخو 23. يعني كدرت الخدمة بزيف. فى شابتخو 29. اذا كانت طريقة غير منظمة تخدم نتيجة. من بعد ستخدم نماذج خاصة نبدو كيسيون 9 اي 10 اللي كتتعطاو في الامتحان الجهة كل امتحان الجهوي كيكون في واحد جوج جيل اسئلة او بعض المرات كيكون فقط السؤال عشرة هو اللي كيكون سؤال اللي هو شخصي خصك تجاوب عليه كتتعطي الرأي ديالك بالخصوص ديال شي حاجة كيسولوك عليها بعض مرات كيكون سؤال عشرة بعض مرات كيكون وجوج جيل اسئلة الاخرين اتمنى ان البرنامج يكون واضح كل واحد يشوف المبلوه ديالو اوقات الفراغ اللي عندو خصو يعمرها ما يزقل حتى شي وقت فقط شوية ديال الوقت باش دماغي يرتاح ابخير رجع نكمل باش هاكوين الله تقدروا تراجعوا الروايات بثلاثة ومن بعد تزيدوا تاني تخدموا امتحانات جهوية اللي مختلفة على امتحانات اللي خدمتوا مع كل رواية على حيدة اتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله وإلى معلومة جديدة بالنسبة للتلاميذ اللي كيسولوه على الباج انستغرام والفيسبوك والتيك توك فين كنحط دي فيديو او كنجوب على اسئلة خليتوا ليه في كومنتين على شكل الفيديوهات اللي هما صغار وكنحط حتى دوك الصور المصغرة اللي حاصة بالفوكابولار ولا ليدو فواغ ولا الغيوز ومي المهم اي حاجة كتفيدكم كنكون حطها في هاد الوسائل ديال التواصل الاجتماعي دائما ندخلوا لاشان غدي تبقاوا فلاكويف الصفحة الرئيسية سيروا اللي لوغو اللي كينين لنا كلمتين في انستغرام كليكيتوا على اللوغو رديد ديكم للى باج انستغرام ديonas كان نحط فيها جميل الى فيديو موجود اللي هنهت بقيت تيك توك هنهتاذ تكليكوا على اللوغو تيك توك رديد ديكمكن للباج ديالي اللي كنھتها في احتيال يودي وكين نتمنى لكم التوفيق وا الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله شكرا للمشاهدة